يا رب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل الالفين وستة المحترمين الأكارم الله يعطيكم الصحة والعافية شرف عظيم جداً إلى الوقوف أمامكم الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب مع الدكتور أحمد الله يعطيه الصحة والعافية والقوة والهمة يا الله الآن طلاب المحترمين ندخل في الموضوع مباشرة عنا في الوحدة هاي الله يرضى عنكم يا رب الآن درس خفيف لطيف ما بدي أثقل عليكم في المعلومات فيه كنا أخذوا على الهدى وإن شاء الله على خير إن شاء الله في التوجيه الآن رح تتوسعوا فيه بطريقة يعني أشمل من هيك وأكثر من هيك الله يرضى عنكم يا رب معنوياتكم عالية يا أخواني الله يسعدكم يا رب وخواتي المؤدبين المحترمين وطموحكم عالي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هلأ مؤدبين محترمين رح نعرض الدرس الله يرضى عنكم يا رب على الشاشات هون إلى أن لما أخلص إن شاء الله برجع أنا للشاشات كلها بنهاية الفيديو بحيث أنكم إيش يعني في جزء من الفيديو لما نخلص من موضوع الشاشات بحيث تكتبوها عندكم في ملاحظاتكم الله يرضى لي عنكم يا رب وبعد هيك بنروح على الـ PDF الدوسية اللي المفروض موجودة عندكم ونشوف مجموعة أسئلة ويعني هيك نعمل أبت إلابوريشن شوي التكبير هيك وتوسيع على أفكارها الله يرضى عنكم يا رب ويسعدكم نبدأ معنويات عالية جدا 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 لأن تخيل حالك أنه مو طالب أنت كنت السنة الماضية عاشر وأول ثانوية أو طالبة عاشر وتاسع لا 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 تخيل حالك السنة اللي جاي توجيهي وبعد التوجيه إن شاء الله تعالى طلاب العلمي طب الهندسات الصيدة لا مثلا طب الأسنان وطالب الأدب التخصص اللي في بالك الله يرضى عنكم يا رب لأنه نظرتك لنفسك وانت بتدرس والله 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 يعني هي أحد الأسباب الرئيسية لكيفية تعاطيك مع المادة اللي أمامك الله يرضى عنكم يهدي بالكم يا رب يلا محترمين مؤدبين درس سهل جدا 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 ما في شيء الآن بحكي لنا هذا الدرس عن الأول شيء عنوانه اللي هو الموضل بوربس اللي هي أفعال الموضل الأفعال اللي هي الناقصة أو الشكلية الأفعال الناقصة أو الشكلية الأفعال الموضل بوربس الناقصة أو الشكلية of obligation and prohibition obligation معناها الإلزام أو الإجبار الإلزام أو الإجبار الآن obligation هاي الكلمة مفتاح شغل لازم نهتم فيها ونحفظها الآن and prohibition اللي هو المعنى المنع معنى المنع جماعة الخير الموضوع ما بدنا نعقد الدنيا الله يرضى عنكم يا رب هل في شالات معينة واجب أنه يعملها الإنسان واجب من باب الوجوب أو واجب اللي هو من باب النصيحة أو التوصية يعني لما أجي أحكي لكم على سبيل المثال مثلا 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 يجب على الإنسان احترام الآخرين الآن هذا وجوب الآن لما أجي أحكي على سبيل المثال الآن يمنع التحدث في المكتبة الآن هذا من باب المنع إذن أحيانا بنستخدم أفعال الموضل الموضل بوربس اللي هما زي الآن نحكيهم كلهم أفعال الموضلز أو أغلبهم وإلا ودوا كانوا كدوا شلوا شدوا مايو مايتو هافتو هاستو هاتو الآن نستخدمه ما دول جزء منهم بيكون للإلزام الإجبار إنه لازم تعمل هاي شاء الله وجزء منهم إنه ممنوع تعمل هاي شاء الله إذن الله يرضى عنكم نستخدم أفعال الموضلز الآن هون بحكي لنا الآن الأشياء اللي لنا علاقة فيها obligation اللي هو الإلزام الإجبار and prohibition اللي هو المنع إذن هاي الأشياء الرئيسية اللي بنا نتحدث فيها هلا يا مؤدبين يا محترمين ربي يرضى لي عنكم يسعدكم إن شاء الله إذا بدكم الآن أفعال الموضلز هاي لأنها جزء من تأسيس المادة إحنا دخلنا في الدرس مباشرة حلقة تأسيس المادة وتأسيس الأول ثانوي نفس تأسيس توجيهي يعني غالبا الآن بإمكانكم تشوف الفيديوهات هيحة على اليوتيوب موجودة لو كتبتوا مثلا خالد عاجة تأسيس 2005 لأنه 2006 لسا ما ما بلشنا نعملهم تأسيس يعني بشكل رسمي أو للدكتور أحمد حتلاقوا فيديوهات سواء لي أو إلو وحتستفيدوا إن شاء الله من الطرفين اللهم آمين يا رب العالمين يلا يا محترمين يا مؤدبين الآن أول شيء في عنا اللي هو مصت أو شكل نيجاتيب منه اللي هو مصنت الآن مصت هاي بمعنى إيش معناها اللي هي يجب هاي المعلومة المفروضة أن نعرفها ما تكتبوا معي يا أهل الخير ما تكتبوا معي الله يرضى عنكم يا رب كمان شوي حنرجع للشاشات كلها ونكتبها الآن مصنت هاي معناها اللي هي يجبوا أن لا يجبوا أن لا الآن محترمين مؤدبين الآن مصت ومصنت بنستخدمهم لإشي اسمه اللي هو حكينا معناها الإلزام أو الإجبار هذا بيكون اللي هو هذا بالدرجة الأولى comes from the speaker يعني ناتج أو نابع نابع من الآن comes from نابع من السبيكر اللي هو المتحدث المتحدث يعني طلاب محترمين مؤدبين أنت قدامي الآن قدامي الآن مثلا مثلا بحكي you must study hard you must حيا قدامي إذن من المتحدث مباشرة أو بدي أحكي أنا مثلا آه لازم أعمل هاي الشيء I must do this and that أنا لازم أعمل هاي الشيء إذن بيكون اللي هو السبيكر موجود إذن الابليغيشن بيجي من المتحدث نفسه سواء بيحكي عن حاله أنه شو لازم يعمل أو بيخاطب شخص أمامه أنه you must do this and that لازم تعمل مثلا الشغل الفلانية إذن بالنسبة لمست ومصنت إذن السبيكر الآن هو الاشي الرئيسي في الموضوع الآن أنا في حصة الآن فلنفترض وإنتوا أرقى من هيك بكثير الآن كان في مثلا ثلاثين أربعين طالب أمامي وفي طلاب اثنين بيحكوا 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 أثناء الشرح ومشوشين على الآخرين بعملوا التشويش يعني فبحكي لهم please my dear you mustn't يجب أن لا you mustn't talk يجب أن لا أنك تتحدث أو تشات مثلا أنك تدردش during classes أثناء الحصص إذن هاي الشخص قدامي فأنا كمتحدث بحكي له you must أو you mustn't الآن طالب يلا يا جماعة مثلا أكتب الملاحظات التالية ما معه قلم you must bring your مثلا pencils أو pen أو بغض النظر إذن الفكرة أنه must و mustn't بمعنى يجب أو يجب أن لا يجب أو يجب أن أن لا هاي اللي هي بالنسبة ل must أو mustn't الآن تعالوا نشوف يا محترمين طبعا ما تكتبوا الله يرضى لي عنكم يا رب نشوف الأمثلة الموجودة هنا I must do my homework on time الآن لازم أعمل أنا واجبي لازم أقوم بحل واجبي الآن my homework اللي هي بمعنى واجب الآن on time في الوقت يعني المحدد الله يرضى عنكم يا رب إذن لازم أعمل واجبي now notice يعني لاحظوا الآن الآن هي كلمة notice وكتبوها لحال كمان شوي معناها لاحظ لاحظ الآن أو يلاحظ الآن هاي بكررها كثير فبينكم الله تتحملوها الآن now notice ما يدير لاحظوا الله يرضى عنكم يا رب استخدمنا كلمة must I must do my homework الآن speaker is age مين ال speaker هون اللي هو أنا أنا اللي قاعد بحكي you mustn't postpone your study أنا بتحدث معكم هاي ال speaker موجود اللي هو أنا you mustn't اللي هي هاي طبعا اختصار لإيش يا أخواني اختصار اللي هي لمust not must not هاي الآن contraction تاعها الاختصار اللي هو mustn't بالطريقة هاي طبعا إذا بدكم هذا كمان موجود كله في التأسيس كيف بدي أختصر والأشياء هاي بإمكانكم ترجعوا للفيديوهات اللي أنا حكيت عنها الله يرضى عنكم هلا you mustn't postpone postpone احفظوها الكلمة هاي بتقويكم للتوجيه postpone معناها إيش هاي معناها اللي هي يؤجل يجب أن لا تؤجل your study اللي هي دراستك يعني إذن يجب أن لا تؤخر اللي هي دراستك هياك طالب قدامي الآن بقولك you mustn't postpone your study I must do my homework on time إذن هون لازم نعرف ونرجع مرة ثانية هون بتدل على إنه إيش the obligation comes from the speaker الآن اللي هو المقصود فيه اللي هو الإلزام أو الإجبار comes from the speaker اللي هو يأتي من مين من المتحدث طيب الآن طلاب المحترمين المؤدبين في عنا الآن من الأفعال اللي هي have to الآن الله يرضى عنكم يا رب ونفيها طبعا هون have to بنحكي عن have to وhas to نفس الشيء كلهم الآن have to وhas to هاي اللي هون have to ونفي اللي هي الhas to إيش نفيها اللي هي doesn't 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 have to doesn't have to هلأ محترمين مؤدبين الله يا رب يسعد لي هالمساء أنا يعني تشرفت بإني كلفت بإني أشرح حصة أو حستين الآن هذا كله إلو تأسيس يعني التأسيس يا محترمين يا مؤدبين الطالب لازم يكون مر عليه ويعرف شو الفرق بين don't و doesn't وأنه الفعل بعدهم هي جي بيس يعني هذا اللي هون أنا أفترض أنه مرين على التأسيس أو بتمروا على فيديوهات التأسيس والله مهمات والله الآن has to have to كمان هدول معناهم إيش أخواني معناهم يجب لا إله إلا الله طلع في عنا الآن must بمعنى يجب have to بمعنى يجب mustn't يجب أن لا don't have to معناها يجب أن لا طيب شو الفرق بينهم ما هو نفس المعنى هدول لا في فرق بينهم هلأ must السبيكر بيكون موجود الآن obligation من السبيكر الإجبار والإلزام من المتحدد إما have to و has to بحكي والله يجب على الإنسان أنه يعمل كذا وكذا وينو الإنسان أنا مش شايف قدامي مع ما تبحكي جملة عامة فعشان هيك استلحوا عليها في كتابكم أنه بيطلقوا عليها إشي اسمه external obligation obligation معناها قلنا إيش معناها اللي هي الزام أو إجبار طيب شو معنى external يا أهل الخير external معناها إيش خارجي الزام خارجي بالله عليكم بالله عليكم لما حكيت I must do my homework الآن بتحدث أنا المتحدث I am the speaker أنا المتحدث مش هيك إما لما هون حكينا you have to take off your shoes أجلكم الله before entering someone's home أي معنى الجملة ها you have to take off لازم إنه بمعنى هون تخلع لازم تخلع أجلكم الله your shoes اللي هي الأحذية before قبل الدخول قبل الدخول الآن لمن someone's home لبيت الآن شخص ما منه وشخص ما ما بنعرف الآن هاي اللي هون شخص معين أعطى هالمعلومة هاي الله يرضى عنكم يا رب إذن طلاب المحترمين ممكن ها ممكن إنه تدرسها بطريقة مختلفة شوي شو هي شو هي إنه مصد ممكن ها ممكن هيك بتقرب المعنى شوي مصد باستخدمها للقريب وهافتو باستخدمها للبعيد مصد المتحدث الآن أنا أو بني آدم قدامي بحكي معه الآن هافتو مش بالضرورة قد يكون شخص بعيد ممكن ندرسها بالطريقة هاي هلا إن شاء الله على خير وهدات بال لما تصيروا توجيه إن شاء الله وعنتم على أبواب التوجيه الله يرضى عنكم يا رب هتدرسوا درس اسمه الكلام المنقول هو موجود بالأول ثانوي بس بالتوجيه للعلم طريقة طرحه شوي مختلفة عن الأول ثانوي على أي حال هلا في التوجيه حيتعود الطالب أنه يحول كلمة مصد لهاتو هلا ليش بحول مصد لهاتو إحنا بنحول من قريب لبعيد كلام ما نقول يا ربي عافينا يا الله كلام ما نقول زي الغيبة والنميمة فلان حكى وفلان حكت وإلى آخرين طبعا لعبتنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فالآن محترمين مؤدمين لما أجي أنا أحكي هون مصد بتصير هاتو إذن اعتبرت مصد اللي هي للقريب وهااتو اللي هي للبعيد إذن هاتو وهافتو هاس تو ونفيهم don't have to doesn't have to didn't have to اللي ما لكم مش فيها هون هون ما لكم حسب كتابنا ما قالنا فيها هذول اللي هون نستخدمهم للبعيد عشان هيك اصطلح عليهم قلنا بإيش المصطلح هذا اللي هون سمالنا اللي هو external obligation اللي هو الزام مالو يا محترمين يا مؤدبين الزام اللي هو خارجي هلا you have to take off your shoes before entering someone's home إذن الله يرضى عنكم يا رب يهدي بالكم صار عنا الفرق هاي اللي هون ممكن أحكي هذا اللي هون ممكن ها ممكن ممكن ها ممكن أحكي إنه هذا اللي هون للبعيد يعني اللي هو هون اللي هو external obligation بينما اللي قبل شوي حكينا اللي هو obligation comes from ايش the speaker اللي هو obligation نابع من المتحدث نفسه فهو للقريب فهاي اللي هي شغلة هلا المؤدبين المحترمين بدنا الآن page number 4 صفحة رقمها اربعة كان وكانت هلا هذول الكلمات بتهيئة اللي بنعرفهم كان معناها ايش هاي اللي هون اللي هي يستطيع وكانت معناها لا يستطيع كان يستطيع وكانت لا يستطيع إن شاء الله على خير وهدات بال إن شاء الله إن شاء الله لقدام شوي حتاخذوهم في التوجيه كمان هاي كانت لها علاقة في درس اللي هي الاحتمالات كانت فلان كانت سبيك هون مش بمعنى لا يستطيع هون بمعنى مستحيل إنه يتحدث إنجليزي الآن فلان كانت باوتسايد الآن من المستحيل إنه يكون بره مثلا الآن هون في عنا كان أو كانت بنستخدمها لسومتين باصبل أو برميتد الآن لشيء باصبل بمعنى إيش يخواني اللي هو محتمل أو برميتد الآن برميتد بمعنى مسموح طبعا هون أنا بحكي عن إيش اللي هو بالدرجة الأولى عن كان كانت لا يستطيع إذن إشي لا مش محتمل إشي مستحيل وإشي مش برميتد يعني إشي مش مسموح إذن كان إشي بتقدر تعمله كان شيء بتقدر تعمله إذن لو جابلنا مثلا الآن المستايا العظيم اللي عندك بتدرسك في المدرسة أو أستاذك العظيم اللي بدرس في المدرسة لو حكالك مثلا 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 هون اللي هي إتس باصبل يعني جاب لك هي على أساس أنه سؤال متقدم يعني هات إتس باصبل الآن من المحتمل أو من الممكن أو بدل كلمة باصبل الآن كتب لنا مكانها هون كلمة اللي هي برميتد من المحتمل أو من الممكن الآن تو تيك مثلا وبعدها هون كلمة اللي هي نوتس الآن نزل لكم فلنفترض أعطاك يو وقال لك يلا استخدم لي أي فعل موض المناسب على لما أجي أطلع هون الآن برميتد وباصبل هاي اللي هون باعتبرهم وكأنهم مفاتيح هذول اللي هون كأنهم مفاتيح هالعالمين يلا 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 احكوا مفاتيح هالعالمين يا أخواني على اللي هي استخدامنا لكلمة إيش لكلمة اللي هي كان إذن هون من المحتمل إذن يو كان طب كان إيش بدي يجي بعدها انفينيتف اللي هو بيس يعني فعل مجرد إذن يو كان مباشرة تيك الآن وبنكملها للآخر لاحظوا الآن ملاحظة بالله عليكم الآن it's possible من المحتمل أو من المسموح الآن من المسموح أن تأخذ ملاحظات هاي معناها اللي هي تأخذ ملاحظات من المسموح إنك تأخذ ملاحظات لما أجي أحكي لك من المسموح هل معنى هذا الكلام إنه لازم تأخذ مسموح إلك تأخذ ملاحظات إذن هلا لو طلب مننا إيش؟ إننا نحولها طب أسأل سؤال واللي بيجاوب عليه بيكون هيك أو بتكون بنوتها هيك الآن لو ما كان هون إخواني لو كان شو تتوقعوا الحل تحت هل هيكون كان؟ حيكون اللي هو كانت بناء على شغل كتابنا الله يرضالي عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله ويسعد صباحكم ومساكم يا محترمين يا معدمين يلا إخواني يلا نكمل يلا المحترمين المؤدبين الله يرضالي عنكم يا رب بنشوف الآن اللي هو الشد وشدنت الآن شد وشدنت هذول بمعنى كمان ينبغي لكن المعنى الألطف لهم شوي اللي هو مش يجب يجب ينبغي يعني من باب هون ها من باب من باب النصيحة من باب الإيش يا أخواني اللي هو النصيحة إذن هون تو ريكمند ريكمند بمعنى توصي توصي مش توصي 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 من الوصية يعني توصي الآن تركمند أن أكشن أو أدفايز أو أدفايز الآن سم ون توصي ما أدفايز معناها أو تنصح ينصح ينصح الآن ينصح سم ون توصي ما إنه يعمل شيء إذن إلها علاقة بالنسب بالدرجة الأولى للريكمنديشن أو الوالأدفايز بمعنى اللي هي ينصح ينصح طبعا الآن معلومة ها مش هي هيك بعينكم الله الآن تكتبوا عندكم الكلمة هاي كمان شوي كمان شوي كمان شوي كمان شوي يا أهل الخير أدفايز هاي اللي هون اللي هي ناون بمعنى هاي اللي هون اللي هي نصيحة هاي نصيحة والفعل منها اللي هو أدفايز أدفايز هذا اللي هون هذا ستأخذوه إن شاء الله بالتوجيه بالتفصيل اللي هو المشتقات يعني هذا اللي هون بمعنى اللي هو فعل بمعنى ينصح الآن shouldn't هاي اللي هو أنك توصي إشي معين أنه يصير طب shouldn't advising someone against doing something يعني أنك تنصح بني آدم نصح البني آدم أنه ما يعمل بمعنى ضد أو عكس هون بمعنى أن لا يعمل النصيحة بأن لا يعمل النصيحة بأن إيش أن لا يعمل أن لا يعمل أن لا يعمل أن لا يعمل هلأ لما أنا أجي أحكي مثلا لطلابي الآن you should use sticky notes الآن لازم تستخدم اللي هي الملاحظات الاستيكرز هاي بتعرفوها الآن هل هون لازم غصب عنك يعني لا من باب الإيش اللي هي recommendation أو من باب اللي هي advice اللي هي النصيحة هاي الكلمة اللي هون اللي يرضى عنكم يا رب الآن المؤدبين المحترمين تعالوا نشوف الجملتين you should revise properly يجب أن أو ينبغي أن تراجع بطريقة كويسة مش أنه شلفك هيك على السريع لا properly معناها بشكل حسن بشكل حسن إذن هون أنا بحكي هاي اللي هون من باب الإيش إخواني من باب advice لاحظوا هون من باب اللي هي النصيحة أو من باب شيء بنسميه اللي هو recommendation 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 بمعنى اللي هي توصية توصية إذن من باب النصيحة أو إيش أو اللي هي التوصية من باب النصيحة أو توصية طيب الآن ينبغي أن لا الآن ينبغي أن لا ينبغي أن لا يعني أنه ينبغي إنهم ما بأجله اللي هو postpone بمعنى يؤجل حفظوها الكلمة هاي والله مهمة الآن وحفظوا كلمة تريفجن يا أخواني معناها مراجعة هاي الكلمة اللي هون معناها مراجعة أجت وزارة هاي الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله أكثر من مرة أجت وزارة توجيهي يعني إذن هاي اللي هي الأشياء الرئيسية هلأ لو بدنا نلخص الإشي اللي اشتغلنا أشوف ألق شيء معين في بالكم ولا لا طبعا طلابي محترمين معدبين 2006 الفخمين الله يرضى لي عنكم هذا المواضيع هاي لها شروحات وشروحات وشروحات سوديش أثقل عليكم هيك من أول هلسه أول ثانوية بتشتغل على الخفيف الله يرضى عنكم جايكم الشغل بتفاصيله على التوزيه الآن حكينا مصت ومصنت بيكون اللي هو السبيكر الوبليغيشن comes from the speaker الآن مصت ومصنت إيشي قريب you must do this and that you mustn't do this and that أوكي الآن بعدين انتقلنا بعد هيك اللي هي لا تحتاج وليه لا تحتاج أو اللي هو هفتو وحاستو يعني الآن هاي اللي هون النصيحة بس اللي هو سمناها اكسترنال اللي هو النصيحة بيكون فيها الزام عفوا الزام من الايش اكسترنال اللي هو الزام خارجي بعد هيك كان وكانت استخدمنا انه كلمة من المحتمل من الممكن بإمكانك يعني الآن وبعدها حكينا عن هذول اللي هلهم علاقة بال وإلهم علاقة بال ايش ممكن الأستاذ العظيم في المدرسة أو المسابي يسموها اللي هو اقتراح يعني كمان وجهة نظر الآن الله يرضى عنكم كل المواضيع هاي في التوجيه هتأخذوها بتفاصيلها بعون الله تعالى الله يرضى عنكم يا رب هذا الجزء الأول خلص الجزء الثاني هنروح على الدوسية اللي معكم الله يرضى عنكم يا رب ونمشي هيك عليها بشغلات معينة إن شاء الله نستفيد أكثر الله يرضى عنكم يهدي بالكم يا رب يا كريم هلا محترمين مؤدبين يلا تفضلوا توقفوا الفيديو وتكتبوا هاي الملاحظات تفضلوا هاي بيج نومبر ون وقفتوا الفيديو المفروض على بيج نومبر ون اللي هي صفحة واحد وكتبتوا يلا أخواني الآن تفضلوا يا أخواني يا أخواتي يا أعزاء يا محترمين الآن صفحة رقم اثنين الآن تفضلوا تفضلوا هون بيج نومبر ثري صفحة ثلاث الآن صفحة رقمها أربعة وصفحة رقم خمسة الله يرضى عنكم يا رب وصفحة رقمها ستة تفضلوا فش سبعة ما فيها ها طلعوا إذا ما فش فيها إذن هيك طلابي بيكون انتهى الجزء الأول من هذا الدرس اللي هو الجزء النظري أو التقعيد النظري اللي هو اللي هو الجزء النظري هلا بنروح على اللي هو الجزء العملي إن شاء الله تعالى الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب وبيتشال دائما متعود أحكيه بنهاية الفيديو لطلاب التوزيه الله يسعدكم يا رب أن عجبت لهم قالوا تماديت في في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعبية بنشوفكم الآن مباشرة في الجزء الثاني إن شاء الله الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر